اشتركوا في القناة اي ار او اختصار هاي ار يعني او اسرع سيمي شات يطلق طلقة واحدة بعين تطلق طلقة الثانية طبعا هذا السلاح يحتاج في شي واحد يحتاج في دقة اذا انت مو دقيق في التصويب ما انصح تستخدمه بس اذا ان دقيق انصحك وراح يكون عندك خيار رقم واحد انك تستخدم هذا السلاح طبعا بالنسبة لي اشوف هذا السلاح واحد من اقوى اذا مو اقوى السلاح في الشريط حاليا طبعا ليش لانه تقتل في من ضربة واحدة هيتشت وتقضي علي قدامك من جهة ضربة واحدة تقتل تقتل على واحد بس في الراس بالنسبة لي شي خرافي هذا السلاح طبعا رح اعطيكم افضل كلاس ستب عندي حاليا واللي اشوفه افضل شي وان شاء الله يهاجبكم واول اتاش منتو اح نستخدم معانا في هذا السلاح ال ELO او اذا سمونه الريد دوت ماذا الريفليكس ناس سميه الريد دوت بس ال ELO اتوقع نفس الشي رد دوت فالمهم تعرفون الريفليكس لسبب معين احس اذا اضرب واحد ما جيه دمج ما ادري ليش هل انو الوحيد بس اغلب الناس ستحسل استخدم ELO افضل من الريفليكس بس اذا ما عندك كبداية استخدم الريفليكس وانت الله يعينك على ما تطلع ELO بس انا اقول لك ال ELO شي مع هذا السلاح شي خرافي من عالم ثاني واللاتاش منتو الثاني رح نستخدمه رح نستخدم قرب لقرب طبعا رح يثبت لك السلاح هو واحد من اهم الاشياء فيمكن ما تحتاج ايضات رح تحس ان السلاح ثابت معاك رح تستبدل للقرب بالربتفاير لانه خدنا تكلم عن الربتفاير ها اخر شي المهم رح نستخدم قرب وشي اللي بعده stock الطبعا اذا تصوب او ايم داونسايت تقدر تحرك كمين يصار اسرع وهذا شي مهم مهم جدا حق لما تدخل gunfight يمديك تقتل لقدامك واحد او اثنين ويغلط تصويبهم شوي ما يكون ثابت عليك ويجيبونك بسرعة فstock قرب ELO وشي الاخير هاي كاليبر طبعا هاي كاليبر بفايدته انه يقوّل هيتشات وميزته في هذا السلاح اذا ضربت واحدة ضربة واحدة في الراس راح يموت كأنه سنايبر سنايبر اسوت رايفل فمنجد هذا السلاح بالنسبة لي واحد من اقوال اسلحة في الشريط لهذا السبب اذا واحد من بعيد اضربة ضربة بس في الراس يموت على طول حتى حيانا يمكن يجيك مقريب وتعطي هفاير وداجاته في الراس يموت صارت لأكثر من مرة هذه لأن الراس يموت على طول و راح يزيد لك الأكيروسي يزيد الأكيروسي يا جهاد الرابط فايره زيد الأكيروسي جد فيعني شباب جربوها وعطنا رايك في الكومنت تحت و حين راح نتقل معكم ونتكلم معكم عن السكندري طبعا السكندري بالنسبة لي إذا ألعب هذا السلاح أحب أستخدم الأر بي جي الأول المعروف باسم XM53 لسبب معين أحب الأر بي جي في هذا الشريط خاصة الأول أحس شي خرافي إذا تلعب دومينيشن مرة ممتاز تشوف واحد اثنين على العلم حبيبي يعطهم RPG وتنتهي موضوعهم مرة مرة ممتاز أو إن تسمع UAV كونتر UAV لأن الUAV مرة سريع في هذا الشريط تجيبه أخذ علم أقتلك واحد اثنين وجاك الUAV فاستخدم هذا الراكت لانشر الأول أقتل بالناس وأكسر بالUAV خاصة إذا كنت ألعب مع أصحابي أساعدهم في هذا الشي بسرعة فإذا أنت مات بالراكت لانشر أنصح تستخدم واحد من البسطلين أنصحك بالأول يا الـ RK5 اللي هو يكون ثلاث ضربات البسطل أو الـ LK9 الـ LK9 كان مرة ممتاز قبل التحليث بس بعد التحليث ما جربته لحد الهين لأنه سويته بروستيج وما جربته لحد في المتوبلاير بس أنه كيستم ما يفرق إذا تلعب في الكيستم جيم ف زي ما قلت لكم أنا أستخدم معنات الـ RK5 أو الـ LK9 على حسب سلوبك في اللعب بس بالنسبة لي أحب أستخدم الـ RPG ونصحكم تجربوني بالـ RPG ستقولوني رح تستمتعون والله في اللعب وحين رح أنتقل معكم إلى الجزء الأخير في هذا السلاح وراح نتكلم عن البركات طبعا البركات أتوقع هذا البركات الستاندر لا أمشي عليها ما أغيرها في أشياء وايد أو شي بسيط أحيانا لما أغيرها في الكلاسات طبعا البرك الأول رح أستخدم الغوست طبعا السبب اللي خلينا أستخدم الغوست في بلاك أبس 3 مرة سريع تقدر تجيب بسرعة فـ من جد مرة بسرعة يجيب وحيني يكون ممل إذا كان الفريق يلي ضدك يعرفون يلعبون خاصة إذا طبعا إذا تكونوا مثل حالي كما أدخل قيم اللي ضدي يكونوا منوب وأنا الوحيد اللي أقمتها مثل العشرين إلا تحت قاتل الخمسة كل مرة نفس هذا الحال إذا أنت كنت تلعب لها وحدك بس يتلعب مع أخوياك شي ثاني يعني فريق قادة بس عالة كل أدخل مع منوب وأتوحق إلا إذا دخلت مع الشباب شي ثاني أغيره فـ بالنسبة لي شي مهم وشي أساسي ألعب فيه في كل كلاس البرك الثاني راح نستخدم الفاست هاند الفاست هاند واسوت ريفلز شي أساسي أي أسوت بدون فاست هاند راح تحسه ثقيل وتحس انهم مثل الليت مشينجن أو الخلاطات فأنا أنصح كنت تستخدم الفاست هاند في كل الاسوت ريفلز مو بس شيفا في كل الاسوت هذا النصيحة مني لأنه بدون راح تصوي بطيء ورح يكون السلاح جاهز يعني أو بعد ما توقف يكون فتت على يكون السلاح جاهز حك تطلق تكون أبطأ فهذه المشكلة حق الـ راح تخسر بسرعة إلا إذا كنت تلعب سيشن دستروي شي ثاني بس عالتا نلعب محن مجرد وبسهد تحتاج البلاست هاند وشيء أساسي في هذا الشريط والبرق الأخير بالنسبة لي استخدم بلاست سببراسر السبب اللي يخليها استخدم بلاست سبراسر إن أتحرك في الموب كثير وإذا تحركت الماب ما راح أبين في الخريطة إذا أنت من نوع لدرع مثلي تدخل الرس بوند بدون ما تخرب طبعا ما أحب أخرب الرس بوند إلا إذا أخربه أحب أحشر بشكل كبير وحب أتحرك في رس بونهم بدون ما يشوفوني فالبلسة بسر راح يساعدني بشكل كبير إن أتحرك في رس بونهم وإن مرتاح أحيانا أتخلي عن بلاسة بسر بس أحط الأويرنس بحيث إنه بدون ما أسوي ثرست جمب يمديني أسمحهم أي جهة جايين وأسمح خطواتهم على حسب السماعة اللي عندك ويمكن حتى سماعتها آيفون تجد تسمع الخطوات يعني مو ما تأكل فيها مئة بالمئة بس أتوقع لأنك أنت استخدمه في أدفانس وارفير المهم الأويرنس أستخدمه إذا أنت ممنوع على تستخدم البوست كثير بس إذا تستخدم البوست كثير وتحب تأخذ الرس بوند أنصح تستخدم البلاس سبراسر والشي الأخير نسيت أن تتكلم عنه راح يكون الكلستريك بالنسبة لي إذا ألعب Objective Games مثل Demolition ألعب Domination هذه الأشياء أستخدم بهذا السلاح اللي عادة الكرسيك اللي عندي يعني عادة نستخدم هذا الستاندر بدون ما أغيره أو أروح لنهاء كلاستريك أستخدم UAV Lightning Strike هلستورم هذة ثلاث أشياء تساعدني ألعب الأبجيكتوب وأفوز فريقي وما أروح للكلاستريك عالي مع أن بهذا السلاح وهذا الكلستريك يمديك حتى تجيب المذرشب لأن هذا السلاح زي ما قلت لكم شباب وهذا الكلستريك يمديك بشي خرافي من جد شي خرافي والله حس هذا السلاح غش خاصة بهذا الكلستريك حتى لو أنتم مثلا تطالعون التابعون مباريات طالف فيديوتي حق محترفين برو ولا شي أول شي يسوون عليه في الأرينة إذا يلعبون أو يلعبون كاستوم جيم يسوون باند على الربت فاير ويسوون باند على الهاي كاليبر لأنه جاستخدموا الهاي كاليبر مع هذا السلاح يا حبيبي والله راح يصير فيه شي غش أنا مستغرب لحد الحين يعني ليش ما سووا له نرف ما أدري يعني مجد مستغرب فنرجع على الكلستريك إذا تلعب الوبجيكتف لايتنج سرايك هولوستورم ويو ايفي إذا تبدو حي كلستريك يمديك بس أنا عالة أستخدم هاد الأشياء لأن أجيبه سريع وراء بعض وأحصد كل فيه كثير يمكن بدأ ما أروح حي كلستريك عالي هاد الأشياء ستجيب لي أكثر من ذاك عرفتم كيف فهذا كل شي عالي كلستريك وعدنا رأيك أفضل ستة بحق كلستريك أو أفضل ثلاثة أشياء تستخدمها في الكومن تحت أبي أعرف يمكن أن أقدر أحصي شي ثاني طبعا عندي حركات ثانية راح أتكلم عنيها في فيديوهات ثانية وأعطيكم رأيك بالتفصيل عن كلستريك فكذا شابه وصلنا هذا الفيديو إذا عندك سلاح معين شي معين تبين أتكلم عليه في Call of Duty اكتبه في الكومن تحت وإن شاء الله ما أقصر معكم هذه الفترة فكذا شابه وصلنا هذا الفيديو لا تنسى اللايك فيها سبسكرايب شكرا معكم في فيديو جاي ونقولكم السلام عليكم اشتركوا في القناة